واخيرا يا جماعة بدأ عرض الجزء التاني من الموسم الاخير من التاك اون تايتن بعد ما اعدت مستني تلاتي ايام تقريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته وسهلا بكم في حلقة جديدة جديدة بالكامل يعني على فيلم جامد وفي حلقة النهاردة حناقش الحلقة الاولى من الجزء التاني من الموسم الاخير من انمى اتاك اون تايتن زي ما انتو عارفين انا جديد على السين بتاع الانمى بشكل عام كل اللي شفت هو اتاك اون تايتن بس وشفت بلاهواجة كمان لاني كنت بحول الحق الجزء ده وبعد الاستئبال الايجابي بتاع الحلقة اللي انا عملتها كان لازم ادخل في الجزء الجديد واعدت فكر ايه هو الشكل الانسب الانسب ليكم والانسب لي ليكم انتم لانكم مشكورين قبديته اهتمام باني اتفرج معاكم واقول رأيه ولي انا كواحد خلفيته عن الشكل الفني محدودة فقررت ان الشكل الامثل هو اني اقول انطباعي عن الحلقة وبعدين اتفرج عليها تاني بس المرة دي بشوية تماعون بشوية تركيز وبشوية ابداء للقراء وبالنسبة للحلقة الاولى من الجزء التاني من الموسم الاخير او الحلقة السبعتاشر من الموسم الاخير انا انطباعي عنها بشكل عام ايجابي لاني بدأت اتعود على نمط الحلقات بتاع اتاك اون تايتن النمط اللي بيحسسك بعد ما الحلقة تخلص ان ما حصلش فيها كتير بس لما ترجع تفكر في الاحداث تلاقينا تحركنا خصوصا مع ترسخ التفاهم ان الموسم الواحد في اتاك اون تايتن فصوله مش كتير الموسم التاني على سبيل المثال كله على بعضه كان فصل واحد وانا ما توقعش ان احداث الجزء اللي احنا فيه ده هتزيد عن فصل او اثنين بالكتير عشان كده ما توقعتش ان احنا نتحرك كتير في الفصل اللي احنا فيه بس نشوف احداث واحداث ممكن تكون مصيرية جدا وبدون ما نطول اكتر من كده في المقدمات يلا بينا نشوف الحلقة تاني مع بعض انتو مش هتشوفوها ولا حاجة انا هشوفها وبعدين هعمل بوز وبعدين هتكلم زي موضوع تريل الرياكشنز بتاعنا نبدئيا كده بعيدا عن نظريات موت ليفاي من عدمه فمن الواضح ان رجل تهربت الشكل صادم جدا شكل حد مات فعلا بقى دول يلبسوا الشعار دول جك خرم لما يشتح روحك تحس ان لست عنده بوائي انسان الودة تزامن عودة الشمس مع عودة زيك شيء انا مش مبسوط له قوي مع الوضع في الاعتبار ان انا ما بحبش زيك اينا اشيائي مشهد هروب هانجي بليفاي ما عجبنيش قوي لان كل اللي عندنا منه هو الفريم ده بعد كده صوت المية وبعدين الفريم ده مش كافي بالنسبة لي انا لما شفت الحلقة انبارح الحقيقة ما فهمتش هو ايه اللي حصل عاوز اقول ان بصريا ده افضل فريم في الحلقة دي شايف ان دي فرصة مناسبة عشان اوضح ان انا مش هدقى قوي في النظريات عارف ان في نظريات كتير عن ان البنت دي يمير وامور من هذا القبيل دي حاجات مش هتهمني قوي انا اللي همني واللي هركز فيه هو الاحداث اللي قدامنا ومع ذلك تفصيلة التضارب ما بين احساسه ان في سنين عدت وانها كلها عدت زي ما تكون لحظة ممكن تكون مهمة فعلا لو زيك شخصية بتتسم بالذكاء بشكل عام فالتصريح ده يتنقض مع الطبيعة دي طبيعة الانترو المرة دي متل اكتر فيها كلمات بالانجليزي هو انا بتفرج عن نسخة الغلط والدي الاول مرة فعلا فيها كلمات انجليزي سمعت كلام كتير عن ان الانترو بتحرق في الاحداث انا مش حاسس ده قوي لان في مواسم سابقة تبيننا ان مش كل اللي بيحصل في الانترو بيحصل فعلا جوه الموسم حلوة الانترو بس انا حنتصر للانترو بتاعت الجزء السابق برضو انا شايف ان هي الافضل نرجع تاني لارض الصراع هل في اي طريقة عند المسلسل ده لاستعراض اصابة اي حد غير ان انا نربط دماغه من الحتري وجوم كاسح كامل شامل اتمنى ان الجملة دي كن لها اهمية في المستقبل خصوصا وان الجملة ديت فيها وجهة نظر مقبولة جدا ايه سرحتي في ايه لسه فكر دلوقتي ان انا معلقتش على موضوع الفايدة انا من انصر ان هو ما متش طبعا ولكن من الواضح ان الاصابات اللي فيه فادحة فلو المفروض ان هو يرجع يتعافى بالطريقة الادمية العادية يبقى محتاج له عدد كبير من الحلقات اه لا ده مش حينفع ان نربط له شاشة فوق دماغه وخلاص فيا اما هو حيتعافى بطريقة غير ادمية يا اما حيقعد كتير عبل ما نشوفه تاني يا اما حنشوفه تاني بسرعة بعد ما يتعافى بطريقة بشرية ادمية عادية وساعتها في الاغلب حيكون عندي مشكلة لكن فكرة انه يكون مات بالطريقة البردة دي فانا طبعا مش قابلها خالص مش انتي اللي قلتيله القسم الاول من العركة ما بين ايرن وجاليارد مش حلو قوي الاوبر واصال عاوز نركز شوية في الوصف بتاع ايرن للهجوم بتاع مارلي بناءا على اللي احنا عارفين وهم عارفين كل حاجة تقريبا ندوس لايك ونشترك في القناة حالا لو ما كناش مشتركين بقى لو زي كده ولسه بتتلخبطه ما بين يلينا وارمن فيلينا شخصيا شايف ان هو في خطر شديد جدا والمفروض يتخلى عن المواجهة لو حربت انت الخسران انا موافق على وجهة النظر دي جدا ده جاهل تام لو انا فاكر صح بقى من اللحظة دي احنا ما بنشوفش ايرن تاني لحد نهاية الحلقة اه بنشوف استعراضه القدرات العملاق المهاجم وقدرات العملاق المطرقة والامور دي كلها ولكن هو شخصيا ما بنشوفوش يعني على الرغم من كل حاجة بتحصل على ما يبدو استيعابه للي بيحصل ده كله وعلى انه هجوم يائس لسه قائم لسه مصمم على ان الهجمة دي قرار غبي العملاق المهاجم اي كي اي مروان حمدي ناولها بالقلم على وجهة لا خلاص اف يورسوري خلصنا يا مين تاني شايف ان بيك احلى صوت عملاق في المسلسل كله السر اللي نسبيا كان خفي اصبح الان مكشوف مارلي بقوا عارفين توابع وضرورة اجتماع ايرن وزيك مع بعض وعارفوا طبعا ان زيك من دم ملكي موقف مارلي من علاقة الاخوين اصبح واضح هدف المهمة احنا مش جايين نقتله احنا جايين نستحوذ عليه درجة تحكم ايرن بالعملاق بتاعه اصبحت مثيرة للاعجاب في الصراع اليدوي المباشر ايرن اصبح عنده تفوق واضح على راينر ودي حاجة عجباني جدا لان احنا شفنا القتال ده وهو بيتكرر وشفنا ازاي ايرن بيتحسن في كل مرة في قدرته على التحكم بالعملاق بتاعه والقتال بي الاستخدام الاول لقدرات العملاق المطرقة اهو انا حركز دلوقتي عشان اتأكد احنا بنشوف جاليارد من جوه بنشوف راينر من جوه بنشوف ايرن بس دي تعادية بسيطة ما فيهاش تغيير لموقفه اذا في القتال اليدوي المباشر حتى مع العملاقين بقدرات العملاق المطرقة ايرن لسه عنده الافضلية هنا بيحصل اللي احنا كلنا شايفينه انه فقدان مباشر للافضلية اصابة مباشرة وفادحة انا عمر في حياتي ما ركزت في الفريم ده بس بما اننا بنعمل بوز دلوقتي فما فيش مانع ان احنا نشوف ايه اللي بيتقال طب ولاي دي معلومة مفيدة بيقولك ان السلاح اللي تم استخدامه في المواجهة بتاعة ليبيريو او ليبيريو تم تطويره بالتعاون مع القوات الشرق الاوسطية اللي اصبحت من الحلفاء دلوقتي علشان يقدر يخترق حتى الدرعة او التصلب اللي العملاق المهاجم بيقدر يعمله شرح لطبيعة الاصابة فقد القدرة على الحركة وده منصير قوات خبت الامل رجبه جمل يخسرت الجير والسلاح رغم عدم قدرته على الحركة لكنه لسه قادر على استخدام القدرات بتاعة العملاق المطرقة حقيقة لازم نفتكرها حتى من المواجهة بتاعة ايرن مع العملاق المطرقة قبل ما يكلوا انه فعلا لما بيستخدم القوة بتاعته القدرات بتاعته او الطاقة بتاعته بتنفذ بسرعة هيدي النقط بقى اللي كنت بتوقع ان احنا نشوف فيها ايرن ونشوف موقفه بقى ايه هل اتغير هل اصبح خايف الاصابات والخسائر تتوالد له مثلا انا دلوقتي متوقع ان الفريم اللي جاي على طول لازم يكون رد فعل ايرن تهيالي فعلا ما بنشوفوش خالص تصرف من خارج المنهج من اونيان كوبون محظوظا ان انا في اللقطة اللي محتاج اقول فيها اسمه كان مكتوب على الشاشة لاني فعلا مش فاكرة ثورة الغضب بتاعت كوني دي طويلة شوية اذا فاونيان كوبون ما كانش عنده اي فكرة عن خطة النبيت والخطة بتاعة الموت الرحيم والكلام ده كله ده لو عاوزين نصدق اذا المفروض نصدق اوالله يا رئيس انا قلت كده انا كمان وهنا اتطرح وجهة نظر ارمن ميكاسا انليشت ضاهريا لان هي شخصيا بتشرح انها لسه حسب الارتباط مع ايرن الهدف من الفريم ده ان احنا نركز مع الكوفية ولا في حاجة في البنطلون اه لا الكوفية الحمد لله برضك احنا قلنا كده هل بقى الخطة بتاعة ارمن دي حاجة هو مصدقها فعلا ولا هي حاجة هو اخترعها وهو واقف وسطهم خلونا فاكرين ان ارمن مؤخرا افكاره ما اصبحتش نقية بنسبة مية في المية دي نقطة مهمة جدا وعاوز اتأكد من معناها هل اللي هو بيقوله دلوقتي ان حتى في حالة اجتماع زيك و ايرن مفيش حاجة ينفع تتعمل الا داخل نطاق تحكم ايرن يعني الكلمة كلمته في النهاية اجتماعه مع زيك ما يسمحش لزيك بانه يعمل مخططه من جانبه الا بموافقة ايرن النظرية المضادة الصورة مظلمة هل دي صراخات الم ولا صراخات حاجة تانية وتنتهي الحلقة انا بمجرد ما بتأكد من ان اللي بيجي بعد كده هو تتر النهاية فبعرف ان ما فيش بوست كريدت سين فبقفل لانا موضوع الاشارة بتاعتفاصيل الحلقة التالية دا ما بيهمنيش فبشكل عام عندنا ايجابيات وعندنا سلبيات ما عنديش احساس بان الحلقة كانت فضية عجبني تقطير الاختيارات اللي قدامنا في المواجهة دي ما بين كونها خطة القتل الرحيم او خطة درامبلينج عايز نفضل فاكرين ان وجهة النظر الوحيدة اللي شفناها من ايرن في الحلقة دي هو انه شايف ان الهجوم ده هجوم يائس وانه متحكم تماما اخفاء ردود افعاله بالكامل من بعض النقطة دي لا يبدو لي كتصرف طبيعي في حاجة مستخبية لفايا الاختيارات اللي قدامنا بالنسبة له كلها للأسف مش حلوة اتمنى المسلسل يفاجئنا تقييمي للحلقة هو تمانية ونص من عشرة ومش قادر اصدق ان انا هستنى اسبوع عشان الحلقة اللي جاية انا ماستنتش اسبوع ما بين الجزئين اصلا المهم ده رأيي وانتباعاتي الاهم منهم هو رأيكم وانتباعاتكم ياريت تشاركوا بيهم في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاركوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعني على الفيسبوك تواترونيم وانستغرام وباي باي